ثقافة التواصل الاجتماعي دخلت للعراق حديثة زازوا من خلال سمعتهم بالمجتمع ومقابل مال حتى الشخص الاحتمالي يلجأ للانتحار طبعاً بتزاز الكترون موجوده بكل المجتمعات إن كانت أوروبية أو شرق أوسطية وعدنا بالشرق الأوسط شوية يعني نعاني من عتالية لأن ثقافة التواصل الاجتماعي دخلت للعراق حديثة وأكو إسرار يعني لحد اللي أنا كوناس يعني تجهلها من خلال ابتزاز وطرق الابتزاز لكن الحمد لله بشكر يعني أكو القوات الأمنية والشرطة قرّت قانون يعني الابتزاز الكتروني يعني حاولون جاي يقضون على هاي الحالة وكل إحنا يعني معرضين إلى مو اليوم باشر وذا مو باشرهم بعده وذا كانت عائلتي أو عائلة غيري فهو متعرضين لهاي الحالة لازم إحنا من نتعرض لهاي الحالة أبد من يعني صيبنا رهبة أو خوف ننتظر نسأل أصحاب الاختصاص نسأل الأهل الأقارب أصحاب الاختصاص أنه هاي القضية شونا نتعامل ياها وأكيد تنحل ماك مشكلة ما تنحل أكيد هناك حالات متعددة على مستوى المواقع المتعددة من الإستجرام والفيسبوك من قبل ضعفان النفوس باستقلال الأشخاص الابتزازهم إلكترونيين وابتزازهم من خلال سمعتهم بالمجتمع ومقابل مال أو مقابل أغراض أخرى لذلك لا بد من حد هذا ظاهره أو يكون راورت قوي من قبل الدولة أو من قبل أشخاص معنية لكي لا يكون ذلك أصحاب السوء لهم شأن في هذا الحيز من الفراغ الذي يكون سيء بالمجتمع يعني بصراحة من خلال تصفحنا المواقع التواصل جاي نشوف حالات للأسف جاي يزيد حاليا يا أما جهل من قبل الأشخاص أو يعني اللي جديدين لخدمات مواقع التواصل اجتماعي للأسف موجودة هاي العادة عدنا بس ممكن للأسف يعني ضعف النفوس جاي يستغلوها وجاي نشوف يعني تؤدي خاصة بعد ما يصير تهديد وابتزاز حتى يعني الشخص الاحتمالي يلجأ للانتحار للأذب نفسه من وراء هذه الأسباب من ناحية أكثر شي نساء توقع يعني لأن تعرفين مجتمعنا هسا بسبب الحروب بسبب الأزمات هسا الاقتصادية فحالات الطلاق هم ده السبب يعني هاي المشاكل داست دائما بالنساء فتتعرض المرة العراقية أكثر شي يعني هاي الابتزاز الكرثون بما يسمى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة